شباب بالله عليكم اسمعوا الصوت الساوندترايك خلاص يبا خلاص يا شباب من عندي اقول لها افضل لعبة من ناحية الساوندترايك من ناحية الموسيقى اللي داخلها والجو باتل فيلد من غير منازع باتل فيلد باتل فيلد باتل فيلد انوام يا شباب سلام عليكم وراتري وبركاتكم الحال يا شباب ساكم طيب يبشروني عن حال يا توقف اتحافي يا شباب عد داعي في كل المقاط والحمد لله وصلنا الي 34745 مشترك في القناة باذن الله يعني بصير كل مقضى يقول كم وصلنا من المشتركين عشان اتذكر كم من الفلاوية في القناة اللي شاف منكم مقطع عمس اللي كان فورتنايت كنت قلت لكم بقول شي ضروري مهم عن باتل فيلد فيه نوعين في باتل فيلد فيه ناس يدخلون سيدة كويك ماتش اللي هو البحث سريع وفيه ناس يدورون للسيرفر البنق السريع واتوقع اغلب الناس كلهم يدورون للسيرفر فانا يا شباب دائما لما ادخل السيرفر شون ابحث اقول جيم مود احط كونكوست احط دونيشن احط رش اوبريشن يعني بالعربي كل الاقيام ما عندي مشكلة بلعب اي شي حلو والماب اخلي كل اي شي اي ماب ما يهم ما باتل جديد ما باتل قديمة ما عندي مشكلة اهم شي يا شباب اني احط السيرفر اللي ابي مدل اي مدل اي شو رح يبحث لي رح يبحث لي السيرفرات العربية شوفوا يا شباب النتائج هذا الشي اللي انا مني فاهمه ليش محد قاعد يلعب لا تقولولي عشان الوقت القاعد تسجل فيه دائما نفس الشي محد يلا ما ادلي لي ماذا ما تشوفون اقيام كلها فاضي المباطل الجديدة المباطل القديمة يمكن بس تلاقي جيم جيمين اللي مفول كونكوست جيم واحد حتى ما في كونكوست جيم واحد ما في ولا جيم اوكي هذا جيم 13 وش اللي دخلني جيم فيه 13 واحد ما فيه هذا الشي انا مستغرف فيه يا شباب وين الناس لكن لو اوريكم السيرفرات الاجنبية حاليا بمسح كلمة مدل ايست سلام عليكم مدل ايست حلو انا حاليا بحث يعني ما شاء الله تبارك الرحمن بس رفرات الابنك فيها خايص يكون فيه ناص ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله تبارك الرحمن فالحمدلله يا شباب اتناقشت مع واحد من لعيبة بتنفيلد الحمدلله واحد من الفلاوية اعطاني نصيحة قال لي قدامنا ما فيه احد قاعد يلعب في طريقة ليما تضغط R3 باسوي لكم زوم الحين يا شباب مو R3 شكوا L3 تقدر تخلي ترتيب من ناحية الاسم اضغط مرطاني L3 من ناحية الاسم يعني بالالف مادر يا ألمم من ناحية البنك ترتيب من ناحية البنك يحط لك افضل البنك بعدين بالترتيب يحط لك فهمت وغزي صح؟ ألمم يحط لك الترتيب من افضل البنك ليه اقل البنك تنازلية لا تصاعدي تصاعدي لا تدخلني تكفى بالتنازل والتصاعدي ما عرف الفرق بين المصد اليوم بوريكم السلاح الجديد يا شباب من ناحية اسلحة المدك دائماً ألعب اما سنايبر او خلاطات اللي هو بديه بس اللي هو خلاطات في دولة خرافي الجلاد انا من نوعية الناس اللي ما احب المدك وفي ناس كثار بتكفيد ما يحبون المدك عصلاً قليل تلاقي ناس يقومونك هم تطيح فالسلاح هذا راح يخليك ترجح للمدك وبقوة هلو خلنا بسرعة نلعب لانتوقع الجيم بدأ بزمان السلاح هذا يا شباب للأسف ما حد يقدر يفتحها غير اللي عندهم بريميوم فإذا ما عندك بريميوم للأسف ما تقدر تفتحها ويالي تقدر راح تكلف اللي هو بريميوم بس فوق هذو سلاح يا شباب هذو اسمه ما عارش اسمه قلم بنادي سلاح الجلاد بسم الله اوه 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 نحن نقول بسم الله اوه 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 المسكبر يا هذو اوه اوه لا اوه خويه إذا طاح قومة خويه إذا طاح قومة مهما كانتها ضرور هل تريدوني عن عضو من جروحك؟ هذا اللعب يا شباب إن شفت واحد طائح لا 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 إلا النار إلا النار يا خويه يلا جايك 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 قوموا يا شباب من عجلك إسعافات الأولية لا 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 ما هي الإسعافات الأولية ما قد استاولا إلا الهدف دروقك يبتلوني ما أردتها يا شباب يا شباب قولوا لي صار قبل شوي طيب أتوقع ما في عدنه خلني جي مغدرة يا شباب يا شباب أيه آه 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 بخير آه آه ألي جاءتم جند أوه جايكم جايكم أخويا جايكم موت يا حبيبي لا 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 خوو ما لا لا خوي وقت الخوو محزمي يا محزمي محزمي يا محزمي كوم شاها ضبحني محزمي يا محزمي دي 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 قوم قوم مره هيا حبيلا انت كذلك لقد يجب أن تكون من المستقرار موضوع جدا فقدت الحدث لقد تفقدنا الهدف ها واحد اجد ما اقابر الهام سأخذ المسر انت افضل كذلك اشتركوا في القناة 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 انت مفاد؟ سأضمي ضجورك انت مجرور؟ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة استخدم الإصحافات الأولية! استخدم الإصحافات الأولية! 21204 شنو هاليجرام يا شباب شيتماني شيتماني طيب بسم الله يشوف اي مكة زحنة وكم ذبحنا ذبعنا 53 مائتي 17 مره وبس يا شباب ياتيكم الفافية على المشاهد ان شاء الله يجبكم المقطع اذا كنتوا تابون قيوم كثير الاصلاح والخرافية هذا امدك فما عليكم الا يا شباب تعليقات والدعم بهالمقطع لا تنسون اللايك والاشتراك وتفعيل الزر التنبيهات اذا ما فعلته وبس يا شباب ياتيكم الفافية ولا تنسون اي واحد عنده حل نحيد السيرفرات او اي شي عنده حركة شدي معينة با لا تنسوا تاعد تنصحنا وشكرا لكم يا شباب شكرا لتفاعلكم شكرا لكل شي من هو ابو فلا بدون الفلاوية ما عليكم بيش باب شوي بسم تحمس والساونتراك والله خرافي مع السلام مع السلام مع السلام